ده هدف نسخة تبقى الأصل من اللي بيعمله عمر مرموش بس ده محمد صلاح من تسع سنين في فيورنتينا قدام يوفينتوس نفس الكرة الكرة نزلت منها حدود منطقة الجزاء خد الكرة بص الزقة التانية للسرعة اللي بعدها عطول أول ما يزوق الزقة التانية محمد صلاح كل الفرقة بتجري وراه بوكبة وفيدال وكل الفرقة بتجري وراه السرعة الرهيبة لعند محمد صلاح عشان كده بدأنا بقى نقارن نقول ده ده كان بيعمل كده نفس الكلام ده محمد صلاح زينا وهدف من أحلى هدف محمد صلاح والهدف ده هو اللي عمله سيت كبير جدا في أوروبا نفاكت رجبة دخل ساعته على تويتر وقام دخل كاتب محمد صلاح وعمل جنبه صورة سلوخي يعني أنه راجل سريع جدا ده الهدف اللي جابه محمد صلاح من تسع سنين في مبارات يوفينتوس في فيورنتينا الشرعة اللي بعدها على طول في الكاس وبالمناسبة برضو فيورنتينا الخسر في المبارات العود الكرة دي في السنة اللي فاتت في شهر أربعة نفس الكلام في آخر دقيقة كانوا كسبانين واحد سفر والفرقة اللي قدام عمر مرموش قدام يخفك عاوزيني أنهما يعوضوا فكانوا هاجمين بكل الفرقة والحالس موجود في الثمانتاشر نفس الكرة يا كريم الراجل الكرة وقعت له هيخش التحام بص السرعة اللي بعدها دخل الالتحام بقوة كبيرة جدا بصورة في دقيقة كام أربعة وتسعين الراجل أول مع عمر مرموش خبطه كل سنة وانت طيب الراجل هتلاقيه بص بالسلامة وياه على الأرض مفيش أي مشاكل وعمر مرموش أمواخد الكرة بص الراجل وياه على الأرض قوة كبيرة جدا لعمر مرموش والهدف ده شعير جدا أنه هو احتفل بالهدف لما رفع ايده الاتنين كده زي ما انت شايف والجوم فاضي فده بيتعامل على طول من عمر مرموش ده برضو الهدف بتاع محمد صلاح ممكن نسكيب السلطة محمد صلاح دي من زاوية تانية نفس الكرة بالضبط يا كريم هياخد الكرة وهيزق اعزن احنا عندنا لعيبة كبيرة جدا ماشي حالاته عندنا لعيبة ماشي حالاته قوة كبيرة جدا بدنية معين التأسيس في مصر الاتنين دول متأسين في مصر صح وبرغم كده يا كريم الاتنين دول عندهم قوة بدنية طفواقوا على لعيبة الأوروبيين ولعيبة الأفارق اللي برا واللعيبة بينتوا عمريكا للتانية كل ده بسبب تطور الاتنين من بعد ما وصل لأوروبا وهو ده الفرق ما بين محمد صلاح ويلي مرموش ومصطفى محمد وما بين كل اللعيبة اللي موجودة ده الهدف اللي تكلمني على محمد صلاح تعالى بقى تفرج على الجوين بتاع ابارح بص يا كريم صعب جدا تخش معاحد زي بمكانه ده في التحام أول ما الكرة هتنزل هنا عمر مرموش هياخد الكرة كالعادة هيزبق بمكانه رغم المدايقة بتاعته هو بيعرف يحط نفسه قدام المدافع عشان يمنع مدافع خلص ان هو يلتحم معاه والباص اللي عمله واحدة من أقوى الأهداف اللي شفتها بصراحة الانتراكت فرقة مرعبة في التحاولات بسبب السرعات اللي موجودة ده عمر مرموش وده وبمكانه فبصراحة والله كريم فعلا الواحد سعيد جدا جدا ان فيه أمل ان احنا يبقى عندنا نمازج كتيرة مش لازم يبقى زي صلاحة يعني عايزين كتير صلاحة عايزين كتير صلاحة جماعة أقوى خط هجوم في أفريقيا النهاردة لا السنغال ولا مغرب ولا تونس ولا كتفار أقوى خط هجوم في السنة دي بجيب أرقام في أوروبا محمد صلاح وعمر مرموش لو جمعتهم مع أرقام مصطفى محمد السنة دي مش قد كده لو جمعت ثلاث أرقام بتوى ثلاث لعيبة دول هتلاقيهم أعلى من كل لعيبة المغرب وكتفار وسنغال ما عليك